اشتركوا في القناة في كازينو ريو ومثل اللي كويت طبعاً أنا هنا زيارة حق زملائي الأساتذة في فالنسيا أنا اليوم سأقدم لكم شيء قبل أن أقدم لكم السلاح الذي سأشرحه سأعرفكم بزميلي دكتور أرمس وهو الحقيقة من الأساتذة الجيدين وهو طبعاً يترأس والمسؤول عن النورث أمريكا اليوم سأريكم سلاح مهم جداً هذا السلاح يرتبر يرجع إلى مئات السنين من قبائل الشايزين يعتبر عمره يفوق الـ 500 سنة هذا السلاح اسمه تيشيمتها مثل ما نرى سلاح بسيط جداً الفلاح أو الرجل البسيط في هذا القبيلة يدافع عن نفسه فيه في حال الخطر وفي حال القتال مثل ما نرى سلاح مبسط خشب يعني عبارة عن يعني غصر شجر بس طبعاً مرتب بطريقة معينة سنرى فعاليته سنبدأ مع الدكتور زميلي الدكتور كما نرى سيطلع الكتنى عليه أنا الحين هو سلاح الكتنى وأنا الحين عندي السلاح شون راح أدافع عن نفسي فيه طبعاً أنا أكون في وقت السادات المحجاجين في الطريقة من هنا أنا واقف وهو راح ييني ما بكوف يبش عليه فأنا اللي شمعه تحت داخله شذي أنا استفدت من الباط هذا أني دافعت هجوم السيف علي الياني من فوق بهذه الطريقة بحيث أني وقفت الهجومة من ناحة الرسط أنا مستحيل أحطها هنا على البليل لأنه راح تنكسر فأنا محتاج أني أحط هذا الباط عند الرسط ما له لكن إذا حطيته هنا بالتالي راح أفقد سلاحي وراح ينكسر مني أنا مني أدخل محتاجة الحين سنك تقوة أني أدش لي فوق أبعده ونزلها اللي عندي لهني بحيث أني سير لدي كنترول شو راح أصوي لاحظ الحين نهاية الإيد اللي عندي راح أبدل بها الطريقة بس الكنترول عندي أنا معه الكنترول هنا معه والهيني راح أروح تريلي خلف لها بها الطريقة أشوت ونزل لي خلف ونزل لي تحت أصوي الكنترول على هني لأن لماذا لا يرفع السيف إذا لم أصويت الكنترول على هني ممكن يطغني بالسيف فأنا محتاج أصويت الكنترول عليه بحيث أنه لا يحرك إيده أنا هذا اللي أريد فأنت الكنترول ونزل لي خلف المهمة لو أنتطغني بريلة أو أخذ اجد أساعدك أو أمسك أنا من هنا ونزل لي خلف وأنا لنزل ونزل لي خلف بها الطريقة من هنا أنا سويت الكنترول أو ما سأسوي الكنترول بها الطريقة أو أنني أخذ الكنترول ثانية كنترول او وين الدخل اخلي استسجنش بهذه الطريقة بحيث اني سويت له لوك او سويت له كنترول ببساطة ببساطة اكون سيطرت عليه في هذا السلاح المهم ورأيناكم بارد وجزء مهم من هذا السلاح شكرا يعطيكم العافية